السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم يا شعب بنات حياكم الله جميع اليوم عندنا لعبة جديدة من الألعاب الممتازة جدا من الألعاب الار بي جي اللي هي اسمها قضب الشجعان حلونا نشغح عنها لعبة جدا جميلة حياك الله اشتركوا في القناة نعم قضب الشجعان ألعاب الار بي جي طبعا متعودين علي على الشوتر أو على الاستراتيجي طبعا فلكن اليوم احنا شوي بنغير لان انا صراحا ما لعب ولا لعبة ار بي جي اللي هي النظام راح اشرح لك بالتفصيل الممل الفترة هذي خاصة بالفترة الياية لان انا ما عندي ما لعب لالعاب هذي صراحة وستعرف النظام لالعاب اول شي دائما وابدا على اساس نلعب اي لعبة قاعدة اساسية الف مرة اقولها الدسكورب شيء اساسي في اي لعبة وتتنتع طبعا اللعبة في نظام تحالف راح نتكلم عن الاشياء هذي بشكل مفصل فالدسكورب جدا جدا ممتاز ووصف تحت والوصف تحت موجود رابط دسكورب ادخل عليه تعرف على الناس اللي موجودة لانه في الدسكورب راح يكون في مجتمع وفي جوائز بين فترة وفترة راح يسوون فيها اكيد وطبعا فيه شغلة جدا مهمة هو باللعبة التسجيل المسبق اللعبة راح تنزل في تاريخ ستة مايو فراح تنزل بشكل رسمي حاليا اللعبة ترى مو نازلة موجودة على بشغلة اوسطة بشكل كامل بالابستور وقوجل بلاي كاملة للوطن العربي ورابط اللعبة موجود عندك تحت طبعا اللعبة كبير قصة لا تنتهي الان جاهز للمعركة الاسطورية ما سمعت علم المعركة الاسطورية في غضب الشجعان خلك معاي لعبة ار بي جي موجودة في الشرق الاوسط وموجودة انطلاق اللعاب الاولى في الشرق الاوسط من اللعاب الار بي جي العربية من شركة طبعا طماط العربية المشهورة دائما وابدا العابها دائما تكون عربية ولا تنسى ان احسن شي في شركة طماط ان الدعم عربي يعني السلام عليكم السلام مرحبا مرحبا كيفك هاي هاي شو اخبارك تمام الحمد لله يخلصونك على طول ما في مجال لا تنطر ترجمة ولا جوجل ترانسليشن ولا قالها على طول ما في مجال والرابط اللي موجود في السيرفر فيه جوايز في السيرفر الدسكورد جوايز مبدئية للتسجيل المقدم نحو 100 دولار على اللعبة حصرية بشكل مسبق راح تكون عندك في حال التسجيل المسبق لللعبة لما تنزل اللعبة تكون من الاوائل الار بي جي صدقني ان راح تكون لك افضلية للايام الجاية كاوائل من نزلوا اللعبة في التسجيل المسبق وجهزنا بسك لحرب قسطورية اكيد امية بالامية راح تكون في المعركة القسطورية في قضب الشجعان من طلاغ الرسمي 6 مايو مثل ما ذكرنا الرسمي لللعبة وانا نزلتك ياها قبل الكل وقتلك السر اللي محد راح يقول لك ياه انه مية دولار في مسبقة دفع على التسجيل المسبق طبعا اللعبة بعلرفكم على ميزاتها كبدايتها عساس تعرف اللعبة اللعبة غصتها ما تنتهي نهائيا فيها حروب بشكل مباشر وتطوير بشكل مباشر اللعب ضد لعب اللي هو البي في بي وطبعا عندك الطور اللي هو البي في اي طبعا راح تكون على نظام تحالفات ما راح تلعب بروحك نهائيا بالمرة وهذا الشي الجميل باللعبة خلونا نشوف اللعبة مع بعض اقرب حياه هيك حياة الله هذه الشخصيات مثل ما انت شايف معاي السحرة والاشباح والترسان ثلاث انواع موجودة في اللعبة على اساس تلعبها من قوة النجاح والحالة ومتفجر ومعركة الفريق ولا اخر من هذا الكلام لازم تعرف ان اللعبة فيها ثلاث انواع طبعا انا اختر النوع اللي هو نوع الفرسان اجباري نوع الفرسان الحلو في اللعبة انك فجو تت огрtheme الشخصية مثل ما انت شايف مثل ما انت شاهف انا قاعد العب بالشخصيات الحيق قاعد العب ان اضبط treball يعني قاعد احاول الي بتغ Drama اكثر ما اقدر قاعد احاول بتس الوزن عندي انا زائد نحن شوي ابعيف فقاعد احاول كثم عن انه would be more number يعني تفضل أخذ أي لولي أخضر مثلا لا يعني قاعد أحاول أعدل الحواجب قاعد أحاول أضبط الشخصية كثير ما أقدر وصلت حق الخشم قاعد أحاول لي أرفع الخشم قاعد أصبحتها طيب بشكلي المناسب لكن تقدر تعدل أنت على حسب ما أنت تبي الشخصية لولي العين بقيت أحطها كستنائي بس ما لقيت كستنائي حطيت لولي البني اللي حصلت بوجود بعد طبعا ما تضبط أنت كل شيء تشوفها ممتاز خلاص طبق أوكي تروح على التالي من اللعبة خلينا نشوف شنو رح يصير معي أساس عرف تلعب الاسم على طول فقطت اسمي طبعا باللعبة على أساس كل عرف بعيسة كالعابر هذا يختارنا الاسم خلاص دخلنا لللعبة حاليا ورح نشوف اللعبة شنو راح تلوي طبعا اللعبة هي من يعني تقدر مثلا تكون عندك نظام اللعبة كالتالي شنو النظام؟ هذه اللعبة مثل ما أنت شاريك فيها اللعبة التلغائي تقدر تلعب من نفسك اللعبة تلعب أوتوماتيك من نفسها ما عندك أي مشاكل أنت اللهم أنك يريد تطور تقدر تلعب مع الشباب تقدر تلعب تضبط الشغل كل شيء موجود داخل اللعبة الروح التنافسية جدا جبارة بين السيافرات راح تكون في الأيام اللياية طبعا أنا اخترت الفرسان وفي عندك السحر وعندك الأشباح لكن أنا فضرت للفرسان كالعادة في الألعاب اللي أختار فيها الفرسان من أكثر من 15 سن فيها مهمات وفيها تحديات وفيها ألعاب مفتوحة وألعاب جانبية فيعني شيء داخل القصة والقصة ما تنتهي تطوير ثم تطوير في القصة إلى الآن ما انتهت وقعد تطور القصة أكثر وأكثر معاك يعني كل ما تلاقي أبديتات جديدة للعبة راح تحصلها ويمكن أنك تخصص أنا طبعا طورت كثر ما أقدر في القائد على أساس أوصلها لا أصج لعبت لعبت يعني وائد على أساس أني أوصلها خمس تعش وخمس تعش الحلو فيها الرسائل الجماعية تقدر تضيف اللاعبين كثير ما تبه لا يوجد أي مشاكل في ضيفة اللاعبين يشوف حاليا بالأصدقاء أنا عندي إيمي وعندي هيثم والسيفر اللي أنا فيه وتقدر تضيف بالإضافة وتدور أي أحد في ضيفة يضيفونك وأنا أريد أقدم حق اللي موجودين إضافة هذه شغلة جدا مهمة ومبعث اللعبة بالداخل في الصوت مثل ما أنت شايف تقدر تعدل درجات الصوت الموسيقى الدبلجة وحيني ورح وريك الدبلجة وعندك أنت معدل الإطار اللي هو الفريم باي سيكن الف بي اس اللي هو الإطار لـ 90% اللعبة فالجودة جدا عالية في ناحية قديرفك وأيضا في معدل الإطار اللي هو الف بي اس جدا ممتاز اللي هو 90% فاللعبة جدا جبارة واللغة عربية مثل ما أنت شايف تقدر تسوي كثير ما تبي الآن طبعا رح وريك نبدأ شلون اللعب بيصير وجدا جبارة بشكل كبير تابع معاي وشوف معاي طبعا هذا حاليا بشكل تلقائي طبعا هذا حاليا بشكل تلقائي تلعب بشكل تلقائي هي قاعد تلعب بروحها أنا ما قاعد سوي شيء ما قاعد جيس ولا شيء هي اللي قاعد تلعب فقط لغير اللعبة تلغائي أنا أخليها حاليا وقاعد أسجل لكم وقاعد أكمل في اللعبة يعني جدا ممتاز والأصوات بوري كيام نظام 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 شوف شوف يا سلام واخي والله نظام الجرافي جدا ممتاز معانا 90 فريم بس قسم برب الجرافي جدا ممتاز هذا سيد الزمن ذبحني مليت وانا ذبحتي 20 مرة وما كفايدة كل ينحاش أصيدة مقادر وكل مرة أجلد ولمس الفكرة أجلد أمحط وينحاش ورد أصيدة مرة ثانية وأجلد خذين الجوائز ومونا طيبة طبعا قعد أروح حق المهام طبعا كل شيء في العربي الدبلجة في العربي الكام أنك تغلبت على عدو أحمق في مملكة الشجرة العظيمة يبدو أن قوتك قد ارتفعت إلى مستوى طبعا جنرال الحرب هذا جول مار كل شوية أروح لأس أصطور المعدات العتاد مار حسنا إذن حانا وقت الوفاء بوعدي سأخذك عن طريقة للحصول على قطع العتاد بسرعة ممتاز لفل 16 وأخيرا شوف العتاد دائما ييني في التطويق هذا جول مار كل شوية أرد له هو اللي تدرون فيني أنا بعمل العتاد والمعدات طبعا ما لدي الحرف اللي عارف يطور تحسين عندي تحسين تحسين شقال يعني بس يحاول أني أخلص كثير ما أقدر عساس بوصل لأن ولا شقال أنا ترى بطبط اليوم قاعد ألعب بس اللعبة جدا جدا جبارة ننظر تاريخ النزول إن شاء الله عطني رايك تحت في الكمنت اللعبة يازت لك لا تنزل لا تنسى الكواد موجودة كاملة كلها في الوسط ولا تنسى سيف ردسكورب ونشوف اشتركوا في القناة ونشوف لأ